لماذا ضح مثل هذا الخطأ هذا؟ صحيح أستاذ عبدالخالق أنت ذكرت قبل غليل قانون النزاهة اليوم قررت لجنة تشريعية قانون النزاهة ومكافعة الفساد والذمة المالية هذا القانون زي المشاهدين قليل من يعرف أنه يتداول في مجلس الأمة من 20 سنة صحيح من 20 سنة وهو في اللجان ويذهب لمجلس الأمة ويناقش ويناقش ولا يقر يعني والسبب يعني تواطئ من النواب للأسف الشديد شنو تأليقك على عدم إغرار قانون النزاهة ومكافحة الفساد بالضبط أنا يعني الملفت لنظر هو أن النواب توسعوا في رقابة كل الناس لكنهم يرفضون أدنى مراقبا لهم صحيح لا يراقب نفسه ولا يريد طبعا هذه بعض النواب أتكلم لا يراقب نفسه ولا يريد من المواطن أن يراقبه أو يحاسبه صحيح فمذل الغوانين تحجمه فهو يلجأ لغوانين أخرى تحاسب كل المجتمع إلاهو صحيح يلبدون وراء الحصانة قضية خص مواطن ويروح للحصانة صحيح ويطلع على أنه بطل والمفردات اللي يستخدمونه أنه لا كيدية أنت تكلمت وقلت صحيح وأنت للشخص اللي تدافع عن الحرية الرأي لكن ما تدافع عن حرية الشكاية حرية إثبات الحق من عدمه فجموعة نواب سقطوا بهذا الفخ فخ النرجسي هذا والأنانية وانكشفه لكن مع الأسف الشديد أكثر من هذا أنت تحجب صوتك أكثر من هذا ما تكلمت ما تجد تطالب صحيح نذهب إلى نواب الأغلبية اليوم أيضا في جريدة الشاهد نواب الأغلبية تروح بالاستجوابات لمساومة الحكومة للفوز بالناصب الغيادية يعني شفنا فعلا الفترة اللي مضت الأغلبية والأغلية أيضا عشان نكون منصفين يعني كل يوم طالع نائب ملوح بالاستجواب يعني والحكومة تحاول نتأجل هذه الاستجوابات وما ندري شنو خلفها يعني فعلا لما نتوحى نشوف أن هناك مصالح شخصية للنواب نشوف هو الواضح أن النواب الحديثي العهد في البرلمان يريدون بسرعة أن يحققون حق روحهم واجهة سياسية ومنافسة للقدامة صحيح فالطريق الأسهل هو الاستجواب بغض النظر عن محاورة وبغض النظر عن قسلية الأضواء ذلك نشوف حتى الاستفزاز والمشاطر بينهم في المحوارات الجانبية يؤكد هذه الحالة ولشعورهم المبكر ربما أو لرصدهم للمستقبل أن هذا المجلس لن يتم صحيح حتى يكون هو كأنه بطل المرحلة سيد خالق يمكن توقفت عند نقطة أنت ذكرتها ليش الشعب الكويتي أو المواطنين بشكل عام أصبحوا يبحثون عن التأزيم يعني نائب يهدد باستجواب أنا هذا نائب ممتاز يعني ليش ما نشوف النائب الذي يعمل بصمت ويشرح يعني الهدف من وجود النائب في مجلس الأمه وهو التشريع لكن نحن نشوف الآن النائب اللي صوته عالي اللي يهدد باستجوابات اللي يسب للأسف نشوف أنه يعني له توجه من قبل ليش المواطنين وصلوا لهذه الدرجة الاضطراب النفسي اللي يعيش المجتمع الحقيقة وارخاصات التفاعلات الإقليمية خليه كل مكون اجتماعي قلق من داخل صحيح فيبدو أن الطريق الأسهل هو التحصن والتحصن السلبي أكون أحياناً تحصن إيجابي لكن هذا التحصن السلبي وهو أني أنا أريد أن أدافع عن نفسي من خلال مهاجمة الآخرين صحيح وهذه أخطر أساليب الدفاع في حالة الكويت المفروض أن بعض الأمور ما تصير بهذه الطريقة يعني انجراف قبل القضاء انجراف قبل أن يعطي القاضي كلمته صحيح ينفجر البلد فهذا نتيجة الاضطراب النفسي والقلق والتوتر الناتج عن تبدل المتسارع في الحالة السياسية في الإقليم بأكمله صحيح للأسف أستاذ أبدالخالق يعني إحنا نشوف بعض الشباب هم من يدفع النواب إلى الذهاب لهذه الاستجوابات والنائب يعني يذهب إلى هذا الاستجواب بدون أي روية يعني مثل ما قلت بعض النواب الجدد يذهب إلى التلويح بالاستجواب مجرد معاملة مجرد شغلة بسيطة يعني شنو تعليقك على كثرة الاستجوابات خاصة في الوقت الحالي هو التسارع الاستجوابات خصوصا يعني المفروض كتلة الأغلبية أصلا ما تقدم ولا استجواب مفروض منها شنو السبب على اعتبار أنهم المفروض يعني عددهم 33 صحيح التشريعات بسهولة ممكن أي غانون بإمكانه صحيح الحكومة متعاونة معهم صحيح اليوم الحكومة دخلت في ربيعهم صحيح السابق اللي كانوا فيها صحيح هذا جانب الجانب الآخر أنه احنا كأنه هناك تكون استجواب للنكاية وليس للإصلاح شخصانية بالضبط وماذا أؤكد يعني نكاية وشخصانية وتصفيت حسابات صحيح أو يعني بتعبير آخر ممكن تكون هذه الاستجوابات الهدف منها تعويق عمل شيء معين وإخفاء غضية أخرى صحيح يعني هو تمويه يكون أنت تبرر للأقلية أنهم يستجوبون يعني أنت تقول أن لا أنا كنت متحفظ على استجوابات مثل الأقلية أصلا سواء استجواب الأستاذ صارح عاشور مو ضدها متحفظ هي متحفظ عليها يمكن متحفظ لأن على توقيتها وبعض محاورها شنو السبب بوجهة نظرك استجوابات الأقلية سببها مثل ما قلت لك هو أن في شعور تهميش تهميش الأقلبية لهم وأيضا في شعور أنهم كانوا كانوا ماشي ذاك المجلس أنتم خربتوا بهذا فأنا ممكن نسأل تخريب شغلكم أيضا صحيح يعني إذا بتخليني على هامش طرح أنا أقدر أأذيك من المستفيد من هذه الصراعات داخل مسلم حكومة حكومة تستفيد منها طبعا شون الحكومة تستفيد؟ يعني على الأقل هيعطيها غراءة مبكرة لسير المجلس لكن هي المضررة يعني استجوابات يعني النواب ما راح يضرهم شيء يستجواب ويقدمه لو وزير يعني الحين الاستجوابين اللي قدمهم اللي تقدم فيهم صالح عاشور أطلعوا أبطار رئيس الوزراء ووزير الإعلام صحيح يعني الناس أشكرهم أداءهم الناس قالوا بجلسة علنية ما كانت استجوابات يعني أنا بوجهة نظري يعني ما كانت استجوابات ترغي إلى الاستجواب يعني كانت قلتك المحاول ما كانت مغنعة صحيح الاستجوابات كانت كانت يمكن محور واحد اللي صالح عاشور رحمل قضية البنوك وهذا كان محور وايد غوي وأنا متأكد رح يستخدمونها في استجواب الشمالي ممكن صحيح لأن هذا محور وايد كان فني محور صحيح أما بعد المحاور كانت يعني ممكن عادية ما ترقى إلا استاذ بالخالق نشوف النواب الحين اتجهوا بشكل كبير وتوسعوا بشكل كبير على لجان التحقيق في مجلس الأمة تشوف أنها ظاهرة صحية شوف يعني من أقوى الأدوات وأشرسها بما أقوى من الاستجواب لجان التحقيق صحيح لأن لجان التحقيق لها أبعاد أخرى صحيح الاستجواب يمكن أكثر شيء المزير يستغيله مع السلام لكن لجان التحقيق ممكن تجر وتجر وتجر هذا بالنيابة خطورة لجان التحقيق كما ذكر اليوم الدكتور نقاطة في مقالته في القبس خطورة تتحول من أداء لحماية المجتمع وحماية الأداء السياسي وحماية البلد من قساد إلى أداء ترهاب سياسي ابتزاز واستغلال نفوذ صحيح اللي قاعد يصير الآن إذا شفت مقابلة الأخ الأسباعي في الراي أنه استدعي سثمرة وقال أن اللجنة التحقيق المفروض من ثمان نواب أو ستة اللي قاعد معي فقط مسلم البراك نعم مسلم البراك والبادي كانوا يروحون الجلسة ويرجعون وما كانوا يتغيدون بالجلسة أو تولى تحقيق عليه فكانت مثل حالة شخصية يعني خطورة التوسع في اللجنة التحقيق بهذه الطريقة ممكن كل اللي ما يعجبني أيبه صحيح اسمه يا ولا ما يا وبعدين أشار إلى موضوع سريتها وأشار إلى موضوع والخطورة حماية اللي تناديه صحيح من أي أبعاد أخرى صحيح أنا عندي شغل أصلاً بالبورصة أو اللي عندي شغل أصلاً في قطاعات أخرى ما يقولونك تعالي نادوك التحقيق ممكن هذه كلها تتأثر صحيح من يرد اعتباري بهالحالة صحيح وأصبح النواب يعني مثل النيابة يستدعونها وأحضر معك المستندات واسلوب تهديد لأمان تهديد بالضب ومس هذا والمشكلة اللي يعني ناديني بروح على مستمسكات ومنحاش منها من خلال الحصانة يعني أنت اللي يعني ناديني للتحقيق قبل يوم ما ينادوك التحقيق رفض تطلع واضح يعني نفسه مثلاً مبراك أبو حمود كان عنده لجنة لجنة تحقيق يوم يا دورة مجلس الأمة رفض ما يرفع عن الحصانة باقك تجر وباقهم لا تجر إما أن نكون دولة غانون كلنا تحت مضلة الغانون أما إذا أنت بتسوي تشلي أي واحد باتشل يعني راح يتصير الدور على الكل لأنه متفعيل قانون في حقيقة لأن الدور شخصي قاعد مارسة أنت أنا هنا وأريد أن أطبق ما أريد هذا ليس صحيح أنت أما تؤسس لطريق صحيح أما أنت المفروض أنت ترفعيني بالحق لجنة التشريعية يشيله مني الحصانة وتطب مجسوم يشيله منك الحصانة لو كنت نزيه وكنت تريد الحق العام أني أخذ مجراء صحيح السالة بن الخالق موضوع المجلس والأغلبية والأقلية موضوع متشعب لكن خلالنا ننتقل إلى موضوع آخر وهو اليوم تصريح رئيس الجهاز المركزي صالحي فضالة قال أن هناك ثلاث ألاف ملف ملف مو شخص ثلاث ألاف ملف لأن أغلب الصحف يمكن لبس مو قدر ميزون ما بين شخص وملف أيها لبس عليهم الأمر أن هناك عشرين ألف بدون مستحقين للجنسي نعم فرق الخبر هذا موجود في كل الصحف تتوقع أن الحكومة تكون جادة في المرحلة المقبلة وتكون هذه الخطوة الأولى لحل هذه المقضية يعني المعطيات التي أنا أشوفها خلال ستة شهر ماضية مو بس لهذا أن الحكومة قاعد تقدم مبادرات لكن يمكن ما تكون عن مستوى الطموح بس على الأقل سنشوف حلول لشريحة تحركة المياه الراحلة بضب 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 شريحة كبيرة تحتاج إلى 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 انصاف أمانة نحن مع كل ما هو منصف لهذه الشريحة لا ندغدغ مشاعر ولا نتجاوز على حق الدولة ولا نتجاوز على حق التاريخ للمجتمع نقول فيه شريحة كبيرة من هذه الفئة بخس حقها بسبب أدت أسباب الحكومة أدرى بها ولجان المجلس المقيمين اللي هو المشكل لجنة البدون أعرف بما يجري داخل هذا نعم وجدوا تعارضات تناقضات الوثائق نحن نتكلم عن ما هو صحيح في وثائبكم عجلوا فيهم عطوهم إن شاء الله 100 ألف إن شاء الله 50 ألف المهم الشروط مطابقة عليه يجب أن ينفذ هذا اللي نتمنى توقع النواب جادين في التوجه لحل هذه الغضية لا النواب في كثير من الغضايا يتاجرون بالناس كثير من الغضايا هم سبب تعطيل هذه الغضية 50 سنة تقريبا على مر المجالس مع مساعدة الحكومة بعض النواب مستثمر لهذه الغضية صحيح مستثمر ومطالب أن يستعرض بمفرداته وبالتالي الناس تلقائد تصوت لهذا الجو سيد عبدالخالق اليوم مجلس الوزراء اجتمع واعتمد تخصيص الكويتية توقع بعد تخصيص الكويتية رح نشوفها تنتشر من المستنقة اللي وقعت فيه يعني تخيل مشروع صار لثلاث سنوات قدمت الحكومة أول مرة رفضها مجلس الأمة أساسي نصير تعديل عليه اليوم إذا هذا الخبر يعني طبعا أنا شخصيا اعتمد بشكل رسمي ايه ايه اعتمد بشكل رسمي إن شاء الله عدد بشكل ما يوافق عليه إن شاء الله لأنه بعد ما عندنا استعداد نشوف اضرابات أخرى صحيح نحن نتمنى نشوف تنافس الخطوط الجوية عموما سواء إن شاء الله هذه المخصقصة أو الطائرات الأخرى نشوف خدمة أرقى نشوف أسعار مميزة نتمنى نشوف تنافس نزيه إن شاء الله أيضا ناغش مجلس وزراء اليوم والملف الرياضي ودعا لحسم هذا الملف المهم والحيوي ودعا إلى عودة الكويت لمكانتها الرياضة الرياضية توقع من خلال الصراعات التي شفناها يعني فترة السابقة والفترة الحالية التي لم تزال تعيش هذه الصراعات تنحل الغضية الرياضية يعني الغضية الرياضية الذي صار همهم إن الكويت تحقق بطولات كما كانت بطولات آسيا والخليج طبعا المستوى الألعاب الفردية الكويت الحمد لله محققة وعيد نتائج جميلة لكن ما زال العالم ما يرتفع بالضبط أي بالضبط أكل الألعاب الشعبية التي هي أكثر popular التي هي أكثر الناس تابعونها كرة الغدم وهذا هذا الحين الكويت المفروض تكون هي تخط خطة مستقبلية على الساس أنها يعني إقليميا وآسيويا نكون لها دور مرة ثانية ترجع عصر الكرة الذهبة للكويت إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر